السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فن تاكتيك حلقة اليوم هنتكلم فيها عن فوز مهم جدا وجميل جدا بالنسبة لمنتخب الوطني على منتخب سوتومي صراحة كلنا مبسوطين لكن في تفاصيل مهمة جدا ونحب يحكي عنها في هذه الحلقة تفاصيل مهمة جدا جدا ممكن جدا تقيف عايق قدام تأهلنا لنهايات أمم إفريقيا قبل ما أبدأ الحلقة ما تنسي أن تدعم الحلقة بلايك وتنزيل تشترك في القانون لو ما مشترك ونتأكد أنك مفعل زر الجرس عشان يصلك كله جديد سأبدأ معكم هو الحاجة بحاجة مهمة جدا جدا قلت لكم حنسيب الأندية وحنسيب الألوان وحنسيب كل شي وحنجي كلنا نجمع مع صغور الجديان ولون إحنا هناك بعاندياتنا كلنا كنا زعلانين وممبسوطين وما كان في أي حاجة أو التودير اللي قدام منتخبنا هل حيودين اللي قدام والحمد لله الشباب ما قصروا والشباب ما خيبوا ظننا وعملوا جيم كان كويس جدا على مستوى النتيجة وده الأهم صراحة في توقيت صراحة في غاية الخطورة بالنسبة لمنافستك على مجموعة في غاية الصعوبة في هذا الموسم تحديدا أو في تفاصيل إنك تصل لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون طيب خلونا في البداية أول حاجة نتكلم عن تشكيل المباراة التشكيل بشكل عام تعالي لي وأنا توقعت أنه يكون السمول موجود كطرف قلت لو ما استخدمه أطهر حيستخدم السمول وممكن جدا أطهر طهر يستخدم كجناح أو حتى كرابع وسط ودي شفناها لي وكثير وبعملها بشكل جيد وقد كان الشيء الوحيد الممكن أنا مع أنه توقعت أنه يكون فيه اثنين مهاجمين إلا أنه الاستخدام بتاع سيفتيري كان في الجناح يعني أكثر من أنه مهاجم مع عحمد عبد الرحمن ودي شوية حيرتني في البداية لكن حسيت أنه سيفتيري الموضوع بالنسبة له كان كويس والأهم من ذلك أني تذكرت طوالني البطولة بتاعت الشان اللي كان مشارك في سيفتيري اللي هو أجاد في المكان دولي عب بشكل جيد جدا واستخدمه في كل مكان وكان ممتاز جدا فدي دي الإضافات اللي كانت موجودة في توقعاتنا لكن كنت شوية مستبعدة لكن كانت بشكل أفضل التغيير الثاني كان مهم جدا بالنسبة له في قلب الدفاع إنه يكون خارج حسابات هذه المباراة ويكون اللي هو لاعب كرشوم مصطفى محمد يكون موجود في قلب الدفاع مع أمير كمال أول حاجة دي واحدة من الحاجات اللي يمكن بتشعرك بسعادة إنه لاعب يجي يشترك فيه مباراة مهمة جدا بزاة مستوى عالي جدا جدا مع مدافع كان غايب من لعبة التنافس اليوم فترة ويجي يقدم القيمة الحلودة فحاجبني جدا تعامل مع المباراة الهدوء بتاعه والثقة العالية جدا اللي كان بيلعب بيها فكانت حاجة كويسة جدا فارس عبد الله وكل اللاعبين لو أنا جيد أحاول أدل اللاعبين كتقييم مبدئيا كشيء إيجابي نتكلم عنه في البداية أنا بقول لك لعبين منتخب الوطني الليلة البعثة كلها أدت المهمة اللي هي مشت لها من إداريين ومن لعبين ومن جهاز فني ونحن كجمهور زي ما قلت لكم وثقنا فيهم وهم ما قصروا لكن خلونا نتكلم في تفاصيل تانية مهمة جدا كإضافات مثلا الإضافات اللي أنا كنت مستنيها من زمان والناس ممكن عينتها عن قرب وحسب بالفروقات الموجودة اللي هي إضافة واحد زي شرفة ديشايبوب في خط الوسط اللي هو اللاعب اللي بيقدر يعمل ليك الوصلة ما بين خط الهجوم كأجنحة ولا صخورة صريح وبقى من ارتكازات هم بيستخلص صخورة بشكل جيد لكن أحيانا ما بكم في اللي هو تعليت الريتم توطية الريتم فتح المساحات الأهم من ده كمان النظرة اللي هي بتاعة النظرة المختلفة للاعب خط الوسط في الباصات الحياة الجميلة اللي بتتعامل من لاعب خط الوسط بإمكانيات عالية في أنه يكمل مع المهجمة ويدعم اللعبة الجميلة اللي بتشوفه من أستستاته من اللعب عالي جدا فده كان جميل جدا شفته من شرفة دي شايبوب ودي واحدة من الحياة اللي كنت مراهن على بشكل كبير وتكلمنا عن أنه لازم يكون في واحد زي شرفة دي شايبوب موجود في المنتخب مع غيابة تيش وحتى في تواجد تيش مفروض يكون واحد زي شرفة دي شايبوب موجود في المنتخب لأنك انت حتى محتاج لا في هذا ولا في المريخ حاليا في لاعب يقدر يعمل المهامر بيعملنا شرفة دي شايبوب حاليا مع المنتخب والناس حسد بها من أول عشر دقائق أنه في لاعب خلط وسط بيقدر يستلم في أطيق المساحات ويعمل لك الهدوء بتاع الفريق في كرة القدم دايما يا جماعة حتى لما كنا الواحد جاعد في البنشة وجاعد في خطم عنده لاعبين أفضل لاعب عندك دايما هو اللاعب اللي بيستلم في أطيق المساحات هو اللي بفتح زوايا التمرير ده اللاعب اللي بيديك أنت أول حاجة كمدرب برا ثقة حتى أبعدك ببسة ثقة في اللاعبين التانين فشرفة دي شايبوب أنا ما بيقول لك أكمل المهمة بنسبة مليون في المية إنما هو كعنصر كان مهم جدا بالنسبة لتشكيل المنتخب اليوم مع أننا أتمنيته بشكل أفضل من كده لكن ده برضو أنا برجع إلى حاجة مهمة جدا العقلية كان لعبين الهلال والمريخ والمنتخب في الفترة الفاتت ما كان فيها اللاعب المحطة اللي بيكون في خط الوسط اللي هو الناس كلها مفروض تشتغل فيه إنه تسلموا عن الليل النازل لو كانت كلها سلمت الفرص اللي كانت ضاعت في الشوطة الأول والشوطة التانية كان فيهم كانت تكون فرص مضاعفة لأن واحد زي شرفة دي شايبوب بالتأكيد حيفتح مساحة وحيفتح زوائل تمرير واحد زي أطهر الطهر بالتأكيد بحركته اللي ممكن تكون كويسة جدا لما سيفتير المهاجمة أصلا هو علاقته بالطرف بسيطة لكن علاقته هناك فبالتالي كل حركة حتكون على الجون مش حركة بتاعت اللي هو اللعبة الجماعية وحيمشي لعب بالتأكيد سلم حيحاول استلم في منطقة تكون أقرب للجون حوال عبد الرحمن أصلا الرجل بتاع جون فدي الحاجة اللي كانت عاجباني بشكل كبير جدا في مباراة مهمة جدا اللي منتخبنا استخدم في أشرفة دي شايبوب بشكل ممتاز جدا أبو عاجلة عبدالله رجعته الليلة في خطة الوسط رجعة كانت مهمة جدا مع غياب اللاعب نصر الدين الشغيل الشغيل مهم لكن الليلة برضو شوفنا أبو عاجلة بلعب بشكل ممتاز جدا لما تشوف واحد برضو يستخدم بشكل ممتاز يلاحب والدين بوكبا بوكبا أعتقد أنه المنتخب درس أو الجهاز الفني للمنتخب درس لاعبي المنتخب بشكل ممتاز مع أنديتهم عشان كده لما أضاف مصطفى كرشوم أضافه أضافه عند استقل كاملة لما يستبعد إيرنج استبعده لأمور فنية خاصة به مع أنه يمكن يقدم الجيمة الكويس لكن لما أضاف بوكبا في خطة الوسط أساسي على لاعبين حتى ما استدعوا أو حتى لاعبين قاعدين في الدكة هم أساسين مع أنديتهم لهم سنة أو سنتين أعتقد أن هذه وراها حاجة كبيرة جدا في أنك أنت أستخلق الإنسجام في خطة الوسط ما بين لاعبين اللي هم أبو عقلة واللاعب بوكبا في مباراة مهمة جدا أنتم محتاجين اتنين بيلعبوا مع بعض وفهمين بعض بشكل ممتاز فهذا الشيء اللي أنا قلت برضو مرة فاتت فخط وسط كان مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأننا شفنا 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 كورتنا كانت كويسة طيب أنا حبي أقول حاجة مهمة جدا أول حاجة خلونا نعلق على هدفين الهدفين السجلون وملاعبين وبعد ذلك نتكلم في الحاجات السلبية اللي هنا نحن مفروض نحاول نجي جنبها الاهدافة اللي سجلت أو الاهدافة اللي ضاعت في البداية كفرص خلونا نأخذها الاهدافة اللي ضاعت كفرص كلها أهداف محققة الغربال سجل أصعب من أصعب الفرص يعني كورة ما أعتقد أنكم فيكم واحد كان مفكر أنه ممكن تجي جون إلا هو وتسجلت والجون دا قبل كده لو رجعت معي في الأشباك كان يسجل في إثيوبيا في مباراة هناك أعتقد كان تهت 1-0 بهدف في مباراة هذه بهدف عالمي كان سيفتاري أضح فرص اللاعد برضو شرفضي شايفوك فرصة يستعجل على إنه يسجل يسدد ما قدر لماها تاني ويسجل على الجون فبنتكلم عن قريب أربعة فرص محققة للتسجيل في شوت في شوت واحد دي خطوها معي كنقطة ممكن تكون مش ممكن دي نقطة إيجابية جدا ونقطة سلبية جدا في إنه يعني نقطة إيجابية في إنك إتخلقت أربعة وسجلت هدف واحد ضعت أربعة وسجلت واحد يعني صناعت أكتر من ستة سبعة فرص لكن كانت في خمسة سنحة للتسجيل سجلت منهم واحدة وأضاع أربعة طيب الضياء ضيع الفرص في نقطة زي تحديدا معنايت بتكلم عن نقطة سلبية عندك هي مسألة ما ما عنده علاقة بعاملة التوفيق لأنك تحت المباراية اللي عبت ضد غانا هناك كان في فرص بس ما كانت بالكمل هاي إلا مع جلب وفيقية كان في فرص لكن ما كانت بالكمل هاي إلا غانا ذهاب وياه بنفس المستوى سوتومي هنا كان في فرص وكان في تسجيل وكان في كل شحله الليلة كان في فرص وما تسجلت كان في أهداف جميل جدا أنت عملت الأهم لكن هل ضياعك وضيع الفرص الليلة هل ده بعدين حتديك مساحة جنوب أفريقيا في أنك تتلعب عليها في أنك تتضيع فرصة واثنين وثلاثة واربعة في شغط كامل مباراة جنوب أفريقيا أنت لو لجيت كل المباراة كل المباراة لو لجيت فرصة فرصتين فرصتين زي فرص محمد رحمن أو شيبوب أو غيره في مباراة كاملة أنت منتخبك ده معناه منتخب عالمي أنا هنا ما بكبر لك جنوب أفريقيا أنا هنا بقول ليك الفروقات بين خصم زي ساوتومي وخصم زي جنوب أفريقيا مع اختلاف الرغبات والدوافع الدوافع ساوتومي وشنا عشان تجي فيك قوم عشان تقفل مساحات وعشان تعمل أنا زي ما قلت لكم مرة فأقول مجرد لقبة إنها عايز نطلع من البطولة أو من التنافس فإنها كسبت شوية نقاط ما طلعت خالي الوفاط لكن تعال شوف غير لما تجيك في المباراة الأخيرة واري جيدنا تجيك تجيك ب 12 نقطة واري جيدنا تجيك ب 10 نقاط واري جيدنا تجيك ب 9 نقاط وكل واحدة فين ستكون بدوافعها المختلفة وأنا أكد لك غانا جنوب أفريقيا عفوا لو جاتك ب 12 نقطة ستجيك مختلفة تماما في الشكل المباراة إن جاتك ب 12 إن جاتك ب 10 وإن جاتك ب 9 ونفس أعتقدون نفس الشكل اللي حتصلك به ومش حتكون الدوافع مختلفة لأن في نهاية عايز تأكد صدارتها المجموعة وعايز تطلع على الأول على غانا وده شي كإمكانيات هم أقرب ليه بشكل كبير طيب شنول بخلينا نحن كمنتخب الليلة كمنتخب الليلة نأخذ إن المباراة هي بالنسبة لنا بالتأكيد في غاية الأهمية لكن خطتنا حاليا مع الصدارة زوة خطنتنا بالنقاط نحن في صدارة المجموعة مع غانا وجنوب أفريقيا في انتظار مباراة بكرة ويا حبزة كمان مباراة بكرة لو انتهت تعادل انت كده حتخش بعودين يعني ما بعود واحد فحرفيا إحنا مباراةنا بتاعت الليلة أنا متأكد إنها كانت واحدة من المباراة المهمة جدا قدمنا جيم كويس جدا على مستوى النتيجة على مستوى الأداء الأداء اللي أنت بتعمل فيه ده ما أداء لعبك مع منتخب كسب نقطة في التصفيات مع إنك إنت الليلة غايبين منك لاعبين كثيرين على مستوى التشكيل الأساسي إلا إنك ظهرت بشكل جيد وده شي يحسب للجهاز الفني لكن الشي اللي يخصم من الجهاز الفني والبي يسأل عنه الجهاز الفني وين أداء المنتخب وين الشخصية المنتخب وين شكل الفريق بتاعك وين الشكل لما أجعل ليه وأقول بقا عيل ليه كده الفريق ده معتبد على واحد اثنين ثلاثة أربعة في اللعب لو نتكلم على أهداف اليوم أهداف سيف تيري وهداف الغربال أهداف بتاعة مهارة فردية بحتة ما عنده علاقة بإنه الفريق ده بلعب جماعي ما عنده علاقة بإنه في تفاهم ما عنده علاقة بأي حاجة أنا ما عايز أبخص شي بيعمل في الجهاز الفني ولا عايز أضيع فرحة الناس لكن لازم نتكلم بواقعية لأنه نحن تأكد تماما يوم نتأهل لأمم أفريقيا الكاميرون من جنوب أفريقيا تأكد تماما نحن سيكون الفرحة بالنسبة لي ممكن تكون مختلفة تماما دي بلدنا فبالتالي لازم نسأل هل ده الشكل المنتخب الحقيقي يقصي جنوب أفريقيا من البطولة دي لأننا جماعة ببساطة ببساطة غانا بكرة لو عملت نقطة من المباردة هي مش متأهلة يمكن تضمن صدارة ممكن جدا فبالتالي غانا تأهلها عدم تأهلها نحن ما عندنا علاقة بي أنت بطاقتك حاليا بيقيت بيقيت مسؤول منها أنت عشان تجيبها من فم الأسد اللي هو جنوب أفريقيا فلازم تتذاكروا ويتم مفروض مذاكرتك ليه هو مفروض تكون بتحسين الجوانب الفنية في الفريق بتحسين الجوانب اللي هي الجماعية في اللعب بالخيارات المفروض تكون جاهزة بحتى تاكتك يكون مدروس ويكون أفضل حتى اللاعبين الليلة بضيع الفرص الكثير دي أعتقد أنهم حتى هم متفاجئين منهم أنه منتخب زي ساوتومي يكون ساهل بالمستوى دا فالشي اللي أنا أتمنىه أن الجهاز الفني للمنتخب مباراة اليوم يخط على أنه هي مهمة بتاعة الثلاثة نقاط وانتهت وأتمنى أنهم يكونوا كانوا خاتلنا هكذا شوف يا جماعة خلونا نكونوا معقعين لو المنتخب اليوم قسر المباراة دي أو تعادل فيها ولعب عمل آداء عالمي ضد ساوتومي ما كنت أننا سنكون رضيانين زي ما قلت لك الأداء الأداء ببرهلك أنك التكيف حتلعب مع جنوب الفيقية الليلة في المباراة دي ظهرت مساحات كثيرة وظهر برضو أنه في شروط ذهني في بداية المباراة في عملية الضغط المفروض يكون اللي هو باعتباره واحد زي السماول بيكمل ليه قدام كطرف وفي نفس الوقت بيينسى المساحات تكون مراه بشكل كبير بيخلي مصطفى كرشوم وأيضا أمير كمال الراجع من فترة ما لعب فبالتالي وين الانضباط التكتيكي اللي نحن محتاجين له وين شكل المنتخب وين الشخصية بتاعتك الحاجات دي نحن محتاجين نجاوب عليها في مباراة في مباراة بالتأكيد في غاية الهمية وفي غاية الخطورة زي ما قلت لكم تكلمنا عنها قبل شوية في نكي تمام نطلب منك الأدم وطلب النتيجة والنتيجة وجات لكن انت عشان تقدر تلعب ضد جنوب أفريقيا بشكل أفضل محتاج تحضر لها بشكل ممتاز دي كانت نهاية حلقتي لهذا اليوم شكرا لكم كثيرا لحسن المتابع إن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا